بيبدأ مسلسلنا في استوديو تصوير لبرنامج واقعي اسمه حبي والبرنامج ده بيبقى عبارة عن كابلز كتير بيمروا سوا بمسابقات ومواقف والكاميرا بتقدر توصق كل اللي بيحصل بينهم لحد ما يقدروا يوصلوا في اخر البرنامج ده لاكتر كابل متفاهم يقدروا يكملوا حياتهم سوا واكيد اكيد الكابل الفيز ده بتبقى ليه جايزة مالية حاجة كده يعني من ريحة اسمه ونصيب ولكن خلينا نركز مع كابل واحد بس دلوقتي وهم واردو وشيو بس بنلاحظ ان شيو ده بيبقى ساكت دايما وكأنه مش مهتم لا بالبرنامج ولا بالجايزة ولا حتى باردو نفسها ولكن بنشوف ان اول فكرة بتبدأ في البرنامج وهي فترة التعريف عن الكابل وبنعرف ان شيو بيبقى شغال صانع آلت كمان وكمان بيقدر يعزف عليها وبيلحن بيها واردو بتبقى شغالة في الدبلاج وبتدرس اللغة اليابانية وده لان حلمها تتبلج اناميات مشهورة في اليابان ولما المزيعة بتسأل اردو هي وشيو اتقابله ازاي اصلا بتسكت شوية وبنعرف اساسا ان اردو وشيو مش كابل ومش بيحبوا بعض بجد ولكن المديرين التنفيذيين للبرنامج هم اللي خلوهم يمثلوا يبقوا كابل علشان البرنامج ينجح لان كان فيه كابل المفروض يبقوا مكانهم وانسحبوا في اخر لحظة وبتفتكر وقتها اردو لما ليه صاحبتها جابتها لمقار شركة الانتاج وفضلت تتحايل عليها لحد ما خلتها توافق وقدرت تغريها وتقول لها انها لو كذبت المسابقة دي هيبقى معاها فلوس كتير تقدر تسافر بيها لليابان زي ما كانت عايزة وكمان بنشوف يول مدير التنفيذي التاني وزميليه وهو بيقدم صاحبه شيوليهم ولكن اردو بتوقف ذكريات دلوقتي وبتقول للموزيعة انه متقابله في مكتبة لان هما اللي اتنين غوين قراءة وبعدها بنروح لمامة اردو اللي لما بتشوف حلقة البرنامج وبتعرف ان بنتها مرتبطة بتتصدم لانها كده ما كانتش تعرف وبعد تصوير اول حلقة من البرنامج بيمضي اردو شيوعاقدي على انهم يفضلوا قبل قصد كل الناس ومحدش يكتشف اللي بيحصل وإلا هيتحمله شرط جزائي كبير وكمان اي طرف من الطرفين هيخون الطرف التاني هيتحمل تعويض كمان ولكن علشان اردو طيبة فشيو بيبقى وخدها محتوى وكل شوية يتري على اسرها ده وكمان بيديئة بتجهلوا ليها وبتوصل اردو لمرحلة خوف كبيرة من شيو لدرجة انها بقيت تشوفه في كوابسها ولكن لحسن الحظ ان اردو تبقى بيتها اليوم ده مع لي اللي بتفضل تهديها وبتخليها تقوم علشان تقابل شيو علشان يشوفها يتفق ازاي اصلا علاقته ما تبقى عاملة ازاي وصد الناس وفعلا اردو بتلبس وبتلاقي شيو بعيد لها لوكيشن اللي استوديو بتاعه ولما اردو بتوصل لل لوكيشن ده بتعرف ان شيو عنده استوديو كبير جدا لصنع الكمان وبيبقى ده ما جال شغله فعلا مش مجرد هواية عنده وبعدها بيطلعوا الاتنين على قارب مطعم علشان يتغدوا وبيفضل شيو كالعادة يتجهل في اردو لدرجة انه سابها بتتكلم وقاعد ياكل لوحده ولما اردو بتبقى عايزة تصوره بيمنعها وبيقوم علشان بتجيله مكان متشغل فبتعود بقى تاكل ولكن فجأة بتيجي بنته وبتسلم على اردو وبنعرف ان اسمها لو وذي تبقى زميلة لاردو من سنوي ولكن بيبان ان اردو مش بتبقى طيقاها وده بسبب اسلوبها المتكبر اللي بيبان في كلامها لان اول موضوع كلام لو بتفتحه مع اردو هو انها اطردت من شغلها فحضونة اطفال قبل كده فبتقوم لو وقتها وبتفضل تقرس في وشها بشكل عنيف قوي وكأنها يعني بتهزر معاها ولكن شيء المراضي بييجي وبيبعد لو عن اردو وبيعمل نفسه مهتم بيها وبيبص لو وبيقول لها انه حبابها وبيطلب منها تمشي علشان يوعد يأكل مع حبيبته وبعد ما بيخلصوا اكل بيركب شيء ع ربيده وبيسيب اردو وبيمشي وبيبقى طريق اردو في نفس الطريقة اصلا ولكنه بيستمتع في انه يشوفها كده سائق عجلتها ومشي جنبه بتتعذب ولما بتوصل في الاخر اللي بيتلي بتبقى تعبانة جدا بسبب السواقة وبتفضل تشتكي من اللي شيء بيعملوا فيها ولكن لي بتهديها وبتتأسف لها بالنيابة عنه وبتسيبها علشان بيبقى وراها مشوار مهم قوي وبعد شوية بيتصل واحد اسمه تيان باردو وبنعرف انه زمالها في دراسة اللغة اليابانية وبيبقى عايز يتطمن عليها خصوصا بعد اللي شافه في برنامج حبي ولكن اردو بتقوله انها كويسة ولكنها تعبانة من المشاوير اللي عملتها وبتطلب تقفل معاه وهيبقوا يعني يتقابلوا في يوم تاني وبنعرف ان لي بتبقى رايحة الاجتماع شغل هي ويو ويو ده بيفضل يشرف في الاجتماع لحد محلته بتبوز على الاخر فبتضطر لي توصلوا بيته ولكن بنعرف ان هم اللي اتنين بيبقوا شايلين مشاعر كده البعض وتاني يوم لما بترجع لي لبيتها بتكون اردو مستنياها وبتبقى عايزة تقررها وتعرف هي باتت فين الليلة اللي فايتت دي ولكن لي بتبقى مكسوفة ومش بتقولها حاجة بس اردو بتعرف ان بقى في مشاعر بينها هي ويو وبنروح بعد كده لتاني يوم من تصوير البرنامج وبنعرف ان المرة دي بيبقى لازم كل كوبل يدخلوا بيت الروعب سوا واردو بتبقى مرعوبة من الاول ولكن شيء بيبقى عارف ان في الاول والاخر دي ملاهي يعني ومحدش هيضر ييزي فبيبقى داخل ومش مهتم باي حاجة وبيساعد اردو في انهم يخلصوا الفكرة دي بسرعة ولما بتروح اردو بعد كده للجامعة بتلاقي كل اللي هناك عرفوها وبيفضلوا يدايقوها بالكلام ولكن بييجي تيان وبيوقفهم عند حدهم وبنروح بعد كده لشي وبنعرف ان لو رحت له لحد الستوديو بتاعه وبتبقى عايزة تتعرف عليه ولكنه مش بيبقى مديها اي اهتمام اما يو بقى فبنلاقيه بيقدم موظفة جديدة لي وبيقولها ان اسمها تاون بس ليه بتتدايق شوية لان بيبان على يو كده انه مهتم بتاون دي بس بيحصل اكتر حاجة كانت اردو خايفة منها وهي ان مامة اردو بتيجي لشركة الانتاج وبتمسك ايديها علشان تشدها للبيت وبتقولها انها مش محترمة اصلا علشان معرفتش مامتها بعلاقتها مع النجار وبتبقى اصلا النجار ده بشيو يعني ولكن ليه بتحاول تهديها مامة اردو بتقولها تسكت هي كمان لانها كانت واسقة فيها وهي خيبت ظنها ولما بيشوف شيء اللي بيحصل ده بيبقى مجبر يصلح الواضع وفعلا بيحاول ولكن مامة اردو بتفضل تقوله انه مجرد نجار ومش هتسمح لبنتها تضيع مستقبلها مع نجار فقير زيو فبيضطروا كلهم يزدموا مامة اردو ويعرفوها على الشرط الجزائي اللي المفروض تدفعه لو مشيت وقفت التصوير فبتضطر ساعتها ترضى بالحال ده لانها مش بيبقى معها فلوس طبعا بتاعت الشرط الجزائي وفتلت حلقة من تصوير البرنامج بيبقى محتوى الحلقة ان الكابلز يلعبوا رماية بالكوس والسهم سوا ولان اردو اكيد مش بيبقى عندها اي خبرة في الحوار ده فبيساعدها شيء لانه بيبقى شطر جدا في الرماية ولكن بسبب اسلوب شيء والجاز بينتشر خبر ان علاقته مع اردو مش حقيقية وبيمثله بس عشان البرنامج ولما لي ويو بيعودوا سوا مش بيلقوا غير حل واحد وهو ان اردو تروح تعيش مع شيء في بيته لحد ما البرنامج بقى يخلص وفعلا بتروح لي تقنعها وبتخليها تجاهز شنطتها على ما يو يفهم شيء برضو ان الموضوع بقى مصيبة ولازم بقى يعيشوا سوا علشان يحلوا الموضوع وفعلا من تاني يوم بتكون اردو رحت لبيت شيء بشنطها وبتتصدم من اللي بتشوفه لانها ما كانتش تتخيل ان شيء ده يبقى غاني وعايش في قصر كبير لوحده في المميتها دلوقتي المهم بيعرفها شيء على المكان وبيديها قوضة من القوض الكتير اللي في القصر وبيعرفها ان لو اي صحفي سألها اكيد هتقوله انهم بيناموا يعني في نفس القوضة مش محتاجة فقاوكا وفعلا بييجي صحفي مسمي نفسه كونان وبيبقى عايز يكشف ان علاقة شيء واردو وهمية ومش موجودة من الاساس ولكن اردو شيء بيبقوا جاهزين برد الكل سؤال هو بيقوله وكمان مش بيدولوا اي فرصة يكشفهم لدرجة ان اردو بتطبخ اكل طعم وحش موت وبتكبر شيء وياكل منه وهو بياكله مبسوط وبيضطر يقول ان هو حاله ولما كونان بيتأكد انهم فعلا قابل حقيقيين وخلاص اردو بتفتح له الباب بيتصدموا كلهم بتيان اللي بيدخل من الباب وبيقول لاردو انه قلقان عليها وبيبقى عايز يتطمن ولكن كونان على طول بيخلي المصور بتاعه يفتح الكاميرا علشان يقول ان تيان هو حبيب اردو الحقيقي ولكن على طول اردو بتصلح الوضع وبتقول ان تيان يبقى زملها في الدراسة وكان قلقان عليها لانها المفروض بتساعده في المذاكرة ولانها مريضة فما قدرتش تذكر له زي كل مرة فبيأكد تيان على كلامها وبيروح بعدها شيء ويسند اردو لحد ما بيقعدها وبيضطر تيان يمشي واخيرا كونان بيمشي هو كمان والمشكلة بتتحل بس فجأة بيحس كده شيء انه عايز يتقل له ويعمل اردو كويس وبيقول لها انه عزمها على الغدى بره البيت كمان ففعلا بتروح وبتبقى مبسوطة جدا خصوصا انه بيعزمها على ستيك ما شوي كده وبيبقى سحر الاكل غالي طبعا وكمان المكان بيبقى محترى ومشيك قوي ولكن اردو بتاكل بشكل غريب موت وبتعمل ساندوش من الستيك دي وبتنصح شيء كمان يكل زيها ولكنه بيقول لها وقتها ان طريقة اكلها هامة جاية ومش هتحس بتعمل لحمة كده كويس ولكنه لما بيحس انها زعلت يعني بيعمل ساندوش هو كمان وبياكل زيها وبيقول لها برضو انه طعمه حلو موت وفي اليوم ده بالليل بيجي اهل شيء علشان يزوروه هو وحبابته ويعملو هالو مفجأة فبتتعرف اردو عليهم وعكس المتوقع بتحبوا اهله قوي وكمان هم بيحبوها اغنية وطيبين سبحان الله المهم تاني يوم بيتعب شيء جدا وبتكون درجة حرارته عالية قوي فبتسنده اردو لحد ما بتوصله للسرير ولما بتقوله ان هي هتوديه المستشفى بيقول لها ان الموضوع مش مستاهل يعني وهو عايز يفضل في البيت فبيتدفيه كويس وبتروح تعمله اكل علشان يتغزة يعني وبتأكله بنفسها كمان وكمان لما بتلاقيه زهان بتجيب اللاب وبتعود تتفرج معاه على انيمي وان بيس وده الانيمي المفضل ليها وكمان بيكون المفضل ليه ولكن من تعب شيء بينام على كتفها فهي بتسحب نفسها وبتخليه ينام برحته يرتاح ولما بيسحب من النوم بعدها بتكون اردو مجاهزة له الغداء واللي بيعجبه جدا المراضي فبيشكرها وتاني يوم بتسحى اردو وبتلاقي شيء صحته تحسنت وكمان واقف بيعزف على الكمان وبيفضل يشكرها على انها فضلت جنبه ولحد ما بقى كويس وبيروحوا هما اللي اتنين بعدها يشتروا غدار وفاكها للبيت سوا وكأنهم قبل بجد وبنعرف ان يو بقى متجاهل ليه على الآخر وكأم اللي حصل بينهم ما كانش بجد وبينكر اي مشاعر بيحسها كمان من ناحيتها فبتكرر ليه وقتها تاخد جنب لوحدها من غير ما تتكلم معاه ولا حتى تعذبه ولكن في يوم كده بتكون ليه رجع من شغلها وتبقى سايق عربيتها ولكنها بتعمل حدثة خطيرة فبتتنقل للمستشفى ويو هو اول واحد بيعرف اللي حصل فبيجريلها على هناك وده لقى انه كان اخر حد هي تكلمه في التليفون فبيتصل بشيه وارده كمان علشان يجو المستشفى وبيعرفوا ان ليه لازم تعمل عملية خطيرة ومحتاجين امضاء من وليه امرها فبيمضي يوه وبيقول انه حبيبها وفعلا بتعمل ليه العملية وحالتها بتتحسن وبتفوق من الغيبوبة اللي كانت فيها وبتحكي لها وقتها ارده على اللي يو عمله وانه اعترف انه حبيبها لما مضى التصريح بتاع العملية وبترجع بعدها ارده مع شيء للبيت ولكن تاني يوم بتروح بهدومها علشان تبات مع ليه ولكنها بتتفاجئ هناك بيوه وهو قاعد بيأكلها وكان هو اللي بايت معاها ومهتم بيها كمان ولكن لما بيشوف ارده بيتطر يمشي وبتعرف ارده وقتها من ليه انه رجع تاني يهتم بيها ولكن بيحصل بقى اللي محدش كان متوقعه وهو ان لو تتجوز رئيس شركة الانتاج بتاعت برنامج حبي وكمان بتخليه يعينها رئيسه بقسم واول حاجة بتعملها طبعا هي انها بتكرر تخرج ارده وشيه من البرنامج كله وكأنها كده بتمسحهم ولكن الاتنين ما كانوش يعرفوا اللي بيحصل في الشركة ده وكانوا راجعين من خروجها سوا وجايبين معاهم كمان قط للبيت ولما بيعرف يوه الخبر ده بيتعصب قوي ولكنه مش بيقدر يحل المشكلة دي حتى لما بيروح يكلم رئيس الشركة بنفسه ولما ليه بتعرف بتروح بسرعة ليوه وبتقوله انها مش مصدقة اللي حصل ده ولكن يو بيقولها ان ما فيش في ايديهم اي حاجة يعملوها وفعلا بيتصلوا باردو وشيه وبيعرفوهم انهم توقفوا من البرنامج وكده بيعرفوا ان شغلهم خلص خلاص وكمان خلص سوا والمفروض بقى يبعدوا عن بعض بس كل واحد من الاتنين بيرجع يشوف حياته تاني وكمان اردو بيجي لها فرصة شغل في استوديو دبلاجة ولكن في الصين مش اليابان ولما بتمشي اردو من بيت شيو بيحس شيو بالوحدة قوي وبيفضل يفتكر كل الزكريات اللي عملوها سوا وبيجي يوم خروج لي من المستشفى وبيوصلها يوه لحد بيتها ولما ليه بتخفه وبتكرر ترجع تاني للشغل بتتصدم لما بتدخل مكتب يوه لانها بتشوف تاون البنت الجديدة بتهزر معاه وكمان لبسة سلسلة مميزة ودي نفس السلسلة اللي يوه كان جابها هدية ليه قبل كده فبتسيبهم ليه وبتمشي وهي متعصبة وبرغم ان يوه بيبقى عارف هي زعلة ليه ولكنه بيقرر عادي يسيبها زعلانة المهم في يوم بتكون اردو بتسوق عجل مع تيان ولكنه بيكون مجهز لها هدية وبيعرفها انه بيحبها فبتتوتر جدا اردو وبتشكره على انه بيحبها ولكنها بتعرفوا انها مش بتحبه بس ده ما ينفيش يعني انه شاب كويس واي حد يتمنى ولكن مش هي فبيقول لها تيان انه هيزعل شوية صغيرين بس لو هي ما وفقتش تخليهم يرجعوا صحاب تاني هيزعل قوي فبتقوله اردو انهم عادي صحاب لسه وبتروح بعد كده ليه تقدم استقالتها اليوم وبتعرفوا انها مش هتيجي الشركة تاني ولما بيحاول يفهمها ان رجوع اردو شيو اتوافق عليه بتقوله انها اصلا مش مهتمة وبتسيبه وبتمشي وبترجع اردو تاني لبيت شيو بس في يوم بتتصل مامة اردو ببنتها وبتقول لها انها وقعت ورجلها تكسرت ومحتاجة حد يساعدها فبتروح لمامتها جاري وبيروح كمان شيو معايها وبيشيل شيو مامة اردو على ظهره وبيهتم بيها بشكل كبير كأنه جزب انتها الحقيقي ومامة اردو وقتها بتبقى فخورة بي وماش يتعرف الناس انه حبيب بنتها مشكل نجار المهم بيصمم شيو ان مامة اردو تعيش معاهم في بيته لحد ما تبقى كويسة وفعلا بتعمل كده وبيعيشوا كلهم سوا وكأنهم عيلة بجد وفعلا لما مامة اردو بتحس انها كويسة بتسيب رسالة لاردو وبتعرفها فيها انها تطمنت عليها وان النجار اللي هو شيو يعني شخص كويس ومسؤول جدا وهي مشيت علشان تقدر تديها فرصة تعيش حياتها كويس مع شيو وبنعرف ان ليه اشتغلت في شركة انتاج تانية وبقى عندها انتاج فيلم وسائقي عن صانع آلات كمان مشهور واسمه مارس وجنسيته بتكون ايطالية ولكنه بيكون بيعرف يتكلم باللغة الصينية برضو لان عنده صحاب كتير جدا من الصين ده غير شيو اللي بيبقى المنافس الشهير بتاعه اما بقى عند اردو فبيجيلها فرصة تجربة اداء في شركة دبلاجة الانميات اخيرا واللي بيشتغل فيها عازفها المفضلين وده اللي اقلف موسيقى كتير لانميات هي بتحبها بس لما اردو بتروح لتجارب الاداء بتتفاجئ لما بتعرف ان شيو يبقى هولين وكان مخبي عليها وبتتقبل بعد كده اردو في الوظيفة دي وطبعا بمساعدة يعني صغيرة من شيو لانهم بيبقوا عارفين انها حبيبته فبتحاول اردو تهرب من غير ما شيو ييجي وراها ولكنها بتقع بس شيو بيرحقها في الاخر وبيشيلها على ظهره لحد ما بيرجعوا البيت وبتفضل اردو مسكة نفسها لحد ما بتدخل قضيتها وبتفضل تتنطط من الفرحة لان اللي هي عايشة معاك نفس البيت يبقى لين نفسه وبيروح بعد كده مارس الستوديو شيو علشان يزوره بس شيو بيبقى جاف اكتر بكتير من العادي لان حتى لو هم منافسين ولكنهم صحب برضو وده اللي مخلي مارس يزوره بس مارس كان جاي علشان يطلب منه ويشارك في مسابقة صنع الكمان الجاية وده لان شيو كان مكرر يعتزل بس شيو قاله مش هيغير رأيو فبيطلب مارس من لي وقتها تكلم اردو وتطلب منها تحاول تقنع شيو يشارك في المسابقة بس اردو مش بتبقى عارفة تعمل معا ايه لانه مش بيسمع طبعا كلامها وفيهم بيطلب مارس من لي تخرج معايا وبيكونوا اعازين في مكان رومانسي وبنعرف ان مارس وقع في حبها ولكن بالصدفة يو بيبقى في نفس المكان مع صحابه وبيشوفها وهي مع مارس ومش بيقدر يتدخل لانه بيعرف غلطت وقتها وانه ما كانش مهتم بلي ولا بمشاعرها قبل كده ولكن بعد شوية بنشوف لي بغنها بتوجعها ومارس بيبقى الآن عليها جدا فبيقرب منها وكمان يو بيكون شرب كتير ولما بيشوفهم كده بيكون مفكر مارس يعني بيعاد يحدوده مع لي فبيتدخل بسرعة وبيبقى عايز يضربه ولكن ليه بتطلب من يو ما يتدخلش أصلا في اللي مالوش فيه وبتضربه بالقلم كمان وبتاخد ايد مارس وبتمشي وبنروح بعد كده لشيو اللي بيطلب من قرضه برضه انها تخرج معاه وبيكون عايز بقى يعترف لها بحبه وفعلا لما بيعمل كده بتعترف له هي كمان وعلشان ليه بقى تقفل الموضوع مع يو بتاخد كل الهدايا اللي هو جابها لها وبتوديها له لبيته وبتعرفه انها خلاص بتحب مارس دلوقتي فبيتصدم يو وبيقولها انه بيحبها ولكن ليه بتعرفه انها كانت موجودة ليه في اي وقت وهو اللي ما كانش باخد موضوعهم جد وبتسيبه وبتمشي وبنعرف ان شيء بعدها شارك في المسابقة مع مارس وكمان بنعرف انه كسب المركز الاول ومارس المركز التاني يرايتك ما تحيلت عليه وبيروح بعد كده مارس يحتفل بالمركز التاني مع لي وبرده بيبقى ديت بس بيهزر مارس وقتها وبيعرض على لي الجواز ولكن ليه بتقبل فساعتها مارس مش بيكون مصدق نفسه وبيقرر بقى ياخد الموضوع جد وفي خلال ايام بيكون مارس جاهز كل حاجة بخصوص الفرح وبيبقوا عاملين حفلة كده على البحر ولما أرضو بتشوف ليه بفستان الفرح بتنبهر بيها لانها بتكون جميلة قوي وبيحضر يقول فرح ده لان ليه بتكون عزمته احتراما يعني صدقتهم ساعتها بقى بيشوفها وهي رسمي بتبقى مرات مارس ومش بيبقادر يعمل حاجة بس مارس بيكرر يدي اخر فرصة ليه انه يودع ليه وبيفضل ليه يتأسف لها ساعتها ولكن ليه بتسامحه وبتقوله انها شافت حياتها برضو وبتطلب منه هو كمان يشوف حياته ولكن بشكل جد اكتر من الاول وزي ما مارس كده عمل مع ليه بيكرر شيو يعمل كده مع أرضو وفي نص ديت رومانسي جدا بيطلع خاتم غالي وبيعرض عليها الجواز فطبعا بتوافق ولما ليه مارس بيرجعوا ايطاليا وبيزوروا أرضو وشيو بيعرفوهم ان هم كمان هيتجوزوا زيهم بس أرضو بيبقى عندها مشكلة صغيرة وبتحكيها ليه وبتعرفها ان جالها فرصة شغل في اليابان وتقدر تسافر عادي ولكن لو عرفت شيو هيوقف كل شغله في الصين وهيسافر معاها وهي كده تعتبر هتبقى أنانية وبتبقى مقررة ان لو شيو قرر يعمل كده هتسيبه لان كده طول ما هم سوا مش هيقدر يعيش الحياة اللي بيحبها وهيبقى كل حاجة بيعملها علشان هي وبس وفعلا لما أرضو بتعرف شيو بيقولها انه هيسافر معاها واللي بتكون فكرت فيه يعتبر يتحقق فبتضطر أرضو تسيب شيو بقى بشع طريقة ممكنة وهي ان في يوم السفر بتطلب أرضو من شيو يروح يجيب لها مية وبتستغل انه ماشي وبتطلع عالطيارة بتسكرتين السفر وطبعا كده شيو مش بيقدر يسافر معاها ولما بيحاول يتصل بيها الوطية مش بترد فبيعرف هي ليه عملت كده وبعد فترة بنعرف انه أرضو بقت تشتغل في مطعم جنب الدبلاج وبيكون فيه ناكشة بياباني معجب بيها قوي ولما بيفتحها في الكلام بتتأسف له لانها بتقوله انها بتحب واحد تاني ويمكن ما تقدرش تبقى معاه ولكنها تفضل تحبه برضو لآخر عمرها ولكن بييجي لحد التاني ده من وراها وبيقولها انها وحشيته قوي وبنعرف ان شيء ما يقسش أبدا وفضل وراها من الصين لليابان لحد ما قدر يلاقيها تاني وبيكون سمع بودانه انها لسه بتحبه خلاص حتى وهما بعيد عن بعض فبيفتح لها دراعته فبتجري أرضه وفتح ضنه مش قادرة تخيل الموقف لو الموضوع ده مثلا حصل في مصر ده هيديها بالشبشب يعني ده أقل لحاجة ده أنا ممكن أقبلها بالشبشب نيابة عنه إيه اللي هي هدبي بيته ده إيه فاندم ده شيء ولحد هنا يكون الفيديو خلص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكمان اشتركوا في قناتي التانية على النجاري 2 ولو عندكم فيسبوك تبعوا صفحتي الوحيدة هناك وأكيد ما تنسوش انستجرام وتيك توك كمان وباي أشوك في فيديو جديد